اهلا بكم في نبا اليوم طلب المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة من البعضة الاممية طلب من مجلس نواب منحه مهلة اخيرة لتقديم التشكيلة الوزرية وقد اكد مصدر لنبا ان المجلس الرئاسي طلب اسبوع اخر ينتهي الاحهد القادم هذا وكان المصدر اوضح ان المجلس الرئاسي اتم ما وصفه بالمرحلة الاولى من النقاش بتحديد الشكل الوزري الذي تضمن 12 وزارة وقد اشارت مصادر الى جدل يحيط بتشكيل الحكومة المقترحة من البعثة سنناقش في المحور الاول من برنامجنا تدعيات فشل المجلس الرئاسي في تقديم تشكيلته الحكومية على مصار اسخيرات بعد انتهاء المغلة المحددة له على ان نبحث في المحور الثاني البدائل المحتملة لمصار اسخيرات نتابع تقرير التالي ومن ثم نبدأ الحوار بعد فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة من البعثة الاممية الى ليبيا في تمرير تشكيلته المكونة من 32 حقيبة وزارية امام مجلس النواب في التاريخ المنصوص عليه يعود من جديد الى مدينة اسخيرات المغربية مسرح توقيع الاتفاق السياسي لبحث تشكيلة حكومية مصغرة مصادر مقربة من المجلس الرئاسي اكدت ان المجلس طلب من مجلس النواب منحه اسبوعا كمهلة اخيرة لعرض تشكيلته الجديدة المتكونة من 12 وزيرا بحسب المصادر التي اشارت الى اكتمال المرحلة الاولى من النقاش حول الشكل الوزاري للحكومة المقترحة المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي بدوره افاد بان اعضاء المجلس يعملون على وضع اللمسات الاخيرة للتشكيلة الحكومية في الصخيرات المغربية موضحا بان طلب المهلة يأتي على خلفية حاجة اعضاء المجلس التسعة للوقت الكافي من اجل دراسة السيار الذاتية للمرشحين يأتي هذا في الوقت الذي اثير فيه الجدل داخل المجلس الرئاسي حول خرق بنود الاتفاق السياسي عبر خطوات منفردة قام بها رئيس المجلس فائز السراج حيث دعا عضو المجلس صالح المخزوم لعقد جولة حوار استثنائية برعاية البعثة الاممية وفي ظل فشل رئاسة حكومة الوفاق المقترحة في التوصل لتشكيلة نهائية تطرح على مجلس النواب في المهلة المحددة بحسب ما تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية هل سيكون لهذا الفشل تداعيات على مسار الحوار الاممي ككل وما هي البدائل المحتملة لهذا المصار وللحديث عن هذا المنظوع ينضم إلينا هنا في الستوديو عضو المؤتمر الوطني العام السيد محمد مرغم كما ينضم إلينا عبر استوديوهاتنا في طرابلوس المحلل السياسي السيد فتحي الفاضلي وانضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب السيد زيادة غيم كذلك عبر الهاتف كبير البحثين في المجلس الأطلسي السيد حافظ لغويل وعبر الهاتف أيضا المحلل السياسي السيد محمد فؤاد مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام وإذا بدأنا معك سيد محمد مرغم كيف تفسر فشل المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة من البعثة في تكوين أو في التواصل إلى تواصل إلى توافق حول التشكيلة الحكومية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والفشل هذا متوقع لأنه هي أصلا لب الاتفاق السياسي كان تعبير عن حاجة المجتمع الدولي إلى حكومة إذا فشلوا في تكوين الحكومة ففشل الاتفاق السياسي لأن هذا هو قطب الرحاء كل ما يدور حول الاتفاق السياسي هو مرهوم بالحكومة وحتى الترتيبات الأمنية والإجراءات القادمة كلها بتترتب على وجود حكومة إذا لم يتمكنوا من وجود حكومة فلا أعتقد أن الاتفاق السياسي له مستقبل في البلاد هل تريد القول بذلك بأن الاتفاق أو اتفاق السخراط الموقع عليه وكذلك صادر بقرار من قبل مجلس الأمن جاء نتيجة لإصرار المجتمع الدولي وليس لرغبة الليبيين الحقيقية لإنهاء الانقسام السياسي نعم هو المجتمع الدولي هذه هي تعبير عن حاجة المجتمع الدولي لا أكثر بدليل أنه لم حاول أو حرص اليون على عدم لقاء الليبيين وجه لوجه حتى يتحاوروا حتى يضعوا حلا لمشاكلهم حتى يفهموا بعضهم كان هو يعبر عن حاجة المجتمع الدولي وأملى هذا الاتفاق ووضع بنوده ولم يترك لنا للليبيين يعني الأطراف كلها إلا هامشا بسيط للمناورة والتغييرات فما كان الشيء هل تعني بذلك بأنه سيستمر ذلك الفشل ولن يقف عند هذه النقطة في التمديد وإعطاء مهلة إضافية أعتقد وربما لا يستجيب لهم البرلمان حتى للمهلة الإضافية من يدري توحني أن لا نستبخي الأحداث هم طلبوا مهلة والله أعلم هل البرلمان سيستجيب لهذه الحكومة أو هو يكفر بها أصلا بالاستفسار عن البرلمان دعنا ننتقل إلى سيد زيادة غيم سيد زيادة غيم هل وافق مجلس النواب على منح مهلة إضافية إلى المجلس الرئاسي بعد انتهاء المدة التي أعطاها له هي عشرة أيام شكرا لحظة وتحية لضيوفة الكلام والمشاهدين مجلس النواب لم يعطي مهلة وعطا جميعا استمعنا أن يوم الأحد أن المجلس الأسخة طلب المهلة وربما يخصد من هيئة الحوار أيضا مجلس النواب لا يملك بالتحية العادية أن يملح هذه المهلة لأن هذه المهلة المهلة عشر أيام منصوص عليها في الإعلان الدستوري الليبي القائم حتى هذه اللحظة وأي تعديد في هذه المهلة أو منح إضافة يحتاج إلى تعديد في الإعلان الدستوري ويحتاج إلى أغلبية موصوف أغلبية السلفين زياد واحد وبالتالي نهد السورية لهذا المجلس الرئاسي ولا لهذا المهلة وذلك نحن الآن الأسف الشديد ليس عن الموضوع موضوع القناة سيد زياد فقط إذا سوقفك عند هذه النقطة إرادة دولية تفرغ على البيان نعم سيد زياد هل تقول بذلك بأنه لا يمكن لمجلس النواب إعطاء مهلة التي طلبها المجلس الرئاسي لأن ذلك يحتاج إلى تعديد دستوري نعم أعتقد العليل للدستوري الليبي الذي ورثناه كمجلس النواب ولا نصده نحن وضع في هذا النص أن في حالة الحكومة لن تنجح في التشكيل الأولى عليها خلال عشرة أيام بتقديد تشكيل الثانية وإن المجلس النواب حتى إن أرادوا هذه الحقيقة هذه المنصوب لم يعطي المهلة ولكن حتى لو أراد المجلس النواب لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإجراء تعليل في الإعلان الدستوري نعم وبالطولي هذه المجلس الرئاسي قد خالف الإعلان الدستوري القائم حتى هذه اللحظة وبالتالي قد خالف حتى مصودة الاتفاق السياسي الذي يتحن إليها المدى السادسة من المصودة الاتفاق السياسي ونص على احترام القوانين والإعلان الدستوري القائم وبالتالي هذه خالفة جديدة لإتفاق السياسي ومخالفة الإعلان الدستوري نعم طيب يعني سيد زياد هل تؤكد أو تنفي وصول طلب المهنة المهلة بالفعل إلى مجلس النواب بصراحة لا أستطيع أن أؤكد أو أن أن أنفي لأنه لم يعرض في جلسة اليوم الـ 20 السيد المائل الثاني هذا الأمر والأهم من ذلك الأهم بأن المهلة كانت تنتهي في حقيقة يوم الخميس وأضافوا من تلقائم فصلهم بحجة الاعتماد على تلقي الأمر مقطوبا في رسالة في مسائل أحد ومسائل أحدان يكون هناك مجلس النواب ينعقد وعبروا أو أعلنوا عن تنديد المهلة ربما بصيرة أنها تشوار من وافقت لهم طيب يعني برأيك سيد زياد يعني ما هي تدعيات فشل تكوين أو تشكيل هذه الحكومة حتى هذه اللحظة على اتفاق السخيرات ويبقى السؤال هل الاتفاق السياسي الذي وقع في السخيرات أصلا هو قانوني أو دستوري نحن الآن لا نتكالب في صلاحة نحن نخترق كل يوم في الدستور والعلم الدستوري ما يحدث الآن هو عبارة عن إرادة دولية تفرض على الأنبيبيين ليس أكثر من ذلك نعم طيب الانتقال إلى سيد حافظ لغوير سيد حافظ نريد أن نعرف من خلالك بما أنك مقيم بواشنطن يعني موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية وكذلك مصار أسخرات بعد بروز الهشاشة الفعلية لهذه العملية السياسية والله كما تفضل هذه الضيوف التي تحاول أن تبقى خارج بخلف اصدقائها وحلفائها في أوروبا وفي الوطن العرب لأنه من الناحية السياسية الداخلية داخل أمريكا ليس وقت مناسب الآن لأي رئيس أو أي إدارة أن تقول أننا نريد أن ندخل في ليبيا هما يضطروا إلى التدخل المحدود بقصف أو عملية خاصة أو كذا ولكنهم لا يريدون لا الآن ولا في المستقبل أن يدخلوا في ليبيا الخبرة الأمريكية في الوطن العربي في العراق في لبنان حتى في الدول الإسلامية أفضانستان والصومال وكذا لم تكن إيجابية وكانت مكلفة جدا للسياسيين اللي اتخذوا تلك القرارات فالولايات المتحدة ما يهمها في الموضوع الآن هو مشكلة داعش يعني الولايات المتحدة وأوروبا أيضا من زمان وهم يقولوا علنا وقدام كل الناس وبكل الطرق أنه عندهم مشكلتين أساسيتين في ليبيا وهي التطرف أو داعش ومشكلة الهجرة الغير شرعية التي يعني تضغط على أوروبا بطريقة غير طبيعية نعم فهم باش يصلوا إلى أن يفعلوا أي شيء في هالملفين هذه يريدوا حكومة تسمح لهم بالتعامل مع هذه الملفات يريدوا حكومة تطلب منهم مساعدة عسكرية لمحاربة داعش ومستعدة أن تضع قوات ليبيا أو قوات أخرى على الأرض للمحاربة وهم عليهم أن يعطوا التغطية الجوية وبعض الأسلحة وكذا ويريدوا حكومة تطلب منهم أو توافق معهم على أن يوقفوا المهاجرين في البحر المتوسط وأن يرجعوهم إلى ليبيا كما كان الحال في السابق طيب إلى أي مدى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بمسار أسخرات هي تتمسك بمسار أسخرات كجزء من المنظومة الدولية لأن مجلس الأمن يريدوا أن يتعاملوا مع الملف الليبي بطريقة أنها لا تغرق أي واحد منهم مباشرة في المستنقع الليبي فيعملوا عن طريق الأمم المتحدة ولكن اتفاق الصغيرات يفهموا حتى الأمريكان يعرفوا هذا أنه هو اتفاق يعني مليان بالخروقات وأنه هو ضعيف وأن المتحاورين اللي كانوا يتحاوروا معهم لا يمثلوا وزن كبير في البلد ويعرفوا أن اليون أخطأ خطأ قادح في طريقة إدارته إلى الملف ولكن في آخر الأمر يعني يقولوا أن والله هذا ما رضى به الليبيين وهذا ما رضى به اللي كانوا متواجدين أي نعم نعرف أنهم ضعفاء ونعرف أنهم تافهين ونعرف أنهم ليس لهم قدرة ومن كل الأطراف ولكن لكن ليس كل الليبيين رضوا به هناك انقسام واضح يعني سواء في الشرق أو في الضرب هذا صحيح هذا واضح ولكن هذا على المستوى الشعبي هم لا يتعاملوا مع الشعب الليبي ككل هم يتعاملوا مع ما أفرزه الشعب الليبي في مؤسسات تعتبر شبه حكومية يعني زي البرلمان في طبرج أو زي المؤسمر في طرافلوس أو زي فهم لا يعني ما عندهمش قدرة أنهم يمشوا ويسألوا الليبيين لو الليبيين راضين بهذه الهيئات وهذه المؤسسات أن تمثلوا موساكتين يصبح خلاص يعني التعامل الدول مع حكومات ومع أفراد لهم مناصب لا يتعاملوا مع الناس في الشارع نعم ولكن أريد تذكيرك سيد حافظ بأنه المؤتمر الوطني لم يكلف أحد وكذلك البرلمان قال بأنه لم يكلف أحد أو رفض هذا الاتفاق السياسي ورفض الحكومة عفوا وليس الاتفاق إذا انتقلنا إلى سيد فتحي الفاضري سيد فتحي بعد فشل المجلس في تقديم تشكيلته في الوقت المحدد له وهو المرفق يعني باتفاق السخرات ورفض التشكيل الأولى كذلك من البرلمان وكذلك السيد زيادة غيم نوها على أنه إذا طلب مهلا فيجب إجراء تعديل على الإعلان الدستوري يعني ما هي التدعيات على هذا المصار أو مصار السخرات تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر قناة النبع على هذه فرصة طيبة وحييك أستاذ الميز وحييضغيك الكرام والمشاهدين الكرام حقيقة أمام مجلس النواب فرصة تاريخية لنسف الاتفاق بعدم وافقته على التمديد أولا سيريح الوطن من قضية الملف الأمني وكيف تدخل الحكومة وكيف نحميها وما إليه من ذلك وهو ملف شائك ومعقد جدا قد يدخلنا في صراعات دموية أخرى فشل مجلس الرئاسي بتشكيل وزارة ورفض مجلس النواب إعطاها الثقة سيدخل الوطن بصراحة في حالة من الهدوء والسكينة والتروي للبند الثاني الفائدة الثانية لفشل الحكومة وهو فتح باب الحوار من جديد بطريقة جديدة فليشترك الجميع فليشترك مجلس النواب ولكن الضغط يقول بأن الوقت لم يعد أدم الليبيين يعني لربما الإرهاب يتمدد في ليبيا وكذلك هناك سوء للأوضاع المعيشية والأمنية كذلك في الولاد نعم هناك سوء في الأوضاع المعيشية مقصود مبرمج له ما له من أسباب وتدايات لكنني أشكرك ذكرتني بالإرهاب سيدة الكريمة لفترة بسيطة جدا كنت أتوقع أن أولويات أوروبا والاتحاد الأوروبي الإرهاب والهجاة غير الشرعية كما ذكر الأستاذ حافظ من المؤمنين بهذا الأمر لكن سيدة الكريمة التثبع الدقيق للأحداث الآن هذا الذي يسمى إرهاب ثوار درنا منتصرين على الإرهاب ثوار الكفرة يحققون أنتصارات ثوار بنغازي والكرامة اللي يتحارب فيهم سنة ونص سنتين ما زالوا حصلين في الصابري والليثي أقصد أن الإرهاب إذا فعلنا الاتحاد الأوروبي صادق صادق في محاربته لما يسمى بتنظيم الدولة هذا هو الهدف الكبير الذي صدع به رؤوسنا للأسبوعين الماضية إذا كان هو صادق في هذا لماذا يدعم الثوار وهم يحققون نجاحات رائعة قتالية على الأرض ضد هذه الغولة اللي دروها لنا والخزوق الجديد اللي يجيبوها لنا الهدف سيدتي ليس محاربة الإرهاب هذا من ناحية من ناحية أخرى أستاذ كريمة والمشاهدين الكرام يعني شو اللي بيمنع الاتحاد الأوروبي بيجيبوا طائرات ويقصوا داعش في السرد شونا بنا بدون دروهم طيب يعودنا لتدعيات سيدة لكن النقطة آسف أستاذ ميس النقطة التي أريد أن أذكرها إذن ما هو هدف أوروبا من هذه الحكومة من حكومة السخيرات هي احتلال اقتصادي للوطن يريدون حكومة أعطوا لرئيس الحكومة صلاحيات رهيبة جدا في توقيع عقود في خلال شهر بس يسلم الوطن قد تكون حتى مشاريع جيدة غير جيدة لا أدري لكن الأهداف الأساسية اقتصادية وليس هدف الإرهاب ولذلك مرة أخرى أتمنى أتمنى أن تفشل حكومة السخيرات وأتمنى أن لا يوافق النواب حتى ندخل في نفق اتفاق جديد حقيقي معا نصل به إلى البلاد إلى بر الأمان ونصل به إلى حفظ ثروات بلادنا ولمانع من التعامل مع المجتمع الدولي ومجتمع الغربي اقتصاديا لكن بإرادتنا وبوجهة نظرنا وبرؤانا كليبيين نعم طيب لانتقال إلى سيد محمد فؤاد سيد محمد فؤاد بعد كل هذه الإخفاقات في المصار السياسي للإسخيرات يعني ماذا أبقت من ثقة في هذا المصار وكذلك ما هي التدعيات المحتملة عليه بسم الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم في الحقيقة أنا أعتقد أن الجواب يجب أن يكون بطريقة أخرى نعم سواء مسار حوار الصخيرات أو غيرهم من المسارات كلها كما هو واضح ستنتهي إلى فشل يعني لأن المشكل كما يبدو لم نفهمه جيدا المشكل أعمق بكثير من الخلافات التي كنا نعتقد أنها موجودة في ليبيا ما يحدث الصخيرات ومشكل حقيقي أن هناك فئة من الليبيين واضحة ومعروفة موجودة في الشرق الليبي تريد الانفراد بالوطن تريد السيطرة على الوطن تم تحارفة مع ثورة المضادة والعسكر وتطالب بمطالب غير معقولة وهذا الكلام سواء في الصخيرات سواء حيكون في الحوار الليبي الليبي سواء في نشنة الجستور نشموعة مع الوفاء صوتها عالي لا يمكن الوصول معها إلى حل ولا أدري ما هي الطريقة في الحقيقة للوصول إلى بلد موحد حكومة حقيقية تستطيع السيطرة على البلد وتبدأ في التنمية المجتمع الدولي يضغط للحصول على حكومة إلا أن المشكلة الحقيقية الآن ليس في المجتمع الدولي المشكلة الحقيقية في هم من هم موجودين في الصخيرات هل مصار الصخيرات الآن قادر على تشكيل هذه الحكومة المتماسكة برأيك لا أعتقد طبعا لا الصخيرات ولا خير الصخيرات بالطريقة هذه بالابتزاز الذي يحدث من تلك المجموعة المجتمعية الشرطية لن نصل إلى أي حل تمسك خطوطهم الحمراء تمسكهم بحفظ تمسكهم بمطالب غريبة في الدستور وطالباتهم بالثلث في الحكومة كل هذه الأمور لن تؤدي بنا إلا إلى مزيد من الفشل يجب أن نعترس كل المسارات التي مشكلة ليبيا بدأت من يوم إخلاق الوادي الأحمر كل المسارات بعدها المحاصصة في نشط الدستور المحاصصة الآن في الحكومة المحاصصة في المجلس الرئاسي بهذه الطريقة كل الحلول السياسية الممكنة ستصل إلى طريق مستوى نعم يعني ما الحل برأيك في الحقيقة لا أدري يعني هذا الحل أصبح صعب جدا كنا نحق منذ أربع السابيع أنه يمكن الوصول إلى حل مع هؤلاء ولكن الواضح أنهم لا يريدون حل هم يعتقدون أن حفتر هو الملك إدريس يجب أن يفهموا أن حفتر ليس هو إدريس الليبيين في سنة واحد وخمسين عند الاستقلال اجتمعوا حول الملك إدريس لشخصيته وتاريخها النظالي إلى كل في المنطقة الغربية والجنوبية ردوا ببعض الشروط بسبب وجود الملك إدريس أما الآن فالاتزاز الذي يقوم به هؤلاء الموجودون في المنطقة الشرقية لم يصلنا إلى أي حل والحقيقة لا أدري ما هو الحل الآن مع هؤلاء بهذه الطريقة لن نسير خطوة واحدة للأمام طيب سيد محمد مرغم بكل هذه الإخفاقات وكذلك المعارضة التي يلقاها اتفاق اصخرات أو مصار أصخرات تحديدا ألا تعتقد بأنه ربما على المتواجدين هناك في أصخرات تراجع مثلا عن هذا المصار تحديدا طبعا هو المسار كان بداية خطأ ومقدمة خاطئة وأن تجنتيج خاطئة نعم ولكنكم شاركتم فيه لمدة عام كامل شاركنا فيه لأننا نريد أن نبلغ صوتنا ونبلغ ما طالبنا لم نجد من يسمع ولم نجد أذن صاغية تستمع إلينا وبالتالي لم نستطع أن نمضي فيه هذا الاتفاق لكن هو المخرج أعتقد أن السيد محمد فؤاد وضع يده على على جرح كبير المخرج أن نحن زي ما أوصى الحوار الليبي الليبي أن نعود إلى ما قبل 69 ما قبل 1 69 الدستور السابق بما يوزعه من صلاحيات ومن سلطات ومن ثروات ومن حصص وبعدين ننطلق لأنه طبعا تم كسر هذا الدستور بالقوة العسكرية الغاشمة وخطفة إرادة الليبيين الآن فيه شبه اتفاق سابق الأجيال المؤسسون الأباء المؤسسون اتفقوا على هذا الدستور فلننطلق من هذا الدستور وإذا كان هناك رغبة لأحد الأطراف في أن يغير أو يعدل أو يضيف أو يحدث فليكن هذا هو الأسس أعتقد أن هذا هو المخرج المنطقي لإنهاء الصراعات والتجالبات نعم طيب سنناقش بالتفصيل أكثر ما هي البدائل المطروحة ولكن في الجزء الثاني يبقوا معنا ضيوفنا الكرام وكذلك مشاهدينا نواصل الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام سنبحث في هذا الجزء عن البدائل المحتملة لمصار أسخراط وبالعودة إليك من جديد سيد محمد مرغم كنت ذكرت قبل الفاصل بأنه ربما الحل الأنجع للبلاد الآن هو للعودة إلى الدستور على ما كان عليه في التسعة وستين واحدة التلاتين تمانية التسعة وستين نعم هل هناك بالفعل يعني ورقة مقدمة نقول أو هناك مبادرة فعلية على قائمة على هذا المبدأ نعم هناك مبادرة قدمها لنا مجلس الوفاق الوطني الممبتق عن اللقاءات الأعيان والحكماء والناشطين في مصراتة وفي غريان وفي طرابلس واللي اشترك فيه مجموعة كبيرة من فوق الألف أو أكثر من مختلف المناطق في ليبيا وأوصلوا لنا هذه الورقة هذه مبادرة مجلس الوفاق الوطني انبتق عنها لجنة الواحدة وعشرين تمثل المناطق الثلاث وكان أساسها هو العودة إلى دستور ومع المناطق الثلاثة وستين ويتم انتخابات بناء عليه يقوم المؤتمر الوطني في الوقت كان يكون هناك مجلس الشيوخ وكذلك مجلس الشيوخ وعطوه هذا الاستفال أليس هذا متطابق مع الدستور الذي قدم أو المسودة الثانية التي قدمت من الهيئة التأسيسية لسيغة الدستور والتي يرفض على الكثير أنا لم أطلع على المسودات التالتة وتفاصيل هذه المسودة الأخيرة لكن الدستور الذي كان موجود في السابق وعمل به وخضع له الليبيون أو امتثلوا له ولم يثوروا عليه الحقيقة ثارت عليه فئة من العسكريين الفاشيين وقعد بقيةهم حفتر بقيتهم وقعد نعانوا فيها ثارة فراضي بالليبيون وتحاكموا إليه وأسسوا حياتهم المدنية على أساسه فهذا ممكن يكون منطلق لكن هذا لن يكون الكلمة انهائية الدستير في العادة تستجيب للمتغيرات طيب أعطينا مزيدا من البدائل يعني البعض يقول بأن المؤتمر يعارض مثلا الاتفاق السياسي في أسخرات لكنك لا تعطيني الحل إنها الأزمة السياسية والأمية الموجودة اليوم المؤتمر الوطني في شبه اتفاق على قبول هذه المسودة وفتح الباب فقط إذا كان هناك آراء لبعض الأعضاء أو الاتصال من بعض الناشطين لمزيد من التنقيح يعني ما سيأتي بعد هذه المبادرة التي طرحت أو هذا الاتفاق يعني انتخابات جديدة وكذلك تجري انتخابات يختار المجلسين المجلس النواب ومجلس الشيوخ يختاران رئيس دولة يحلوا مشكلة الرئاسة العريضة يعني رئاسة المتينة رئاسة الدولة لابد أن تكون عنده شخص طبيعي في مسؤوليات لابد أن يقوم بها شخص طبيعي في شخص رئيس الدولة يختاروا أو ينتخبوا بطريقة غير مباشرة رئيس الدولة ورئيس الدولة يعين رئيس الحكومة ويعرض الحكومة على المجلسين مجلس التشريعي أو مجلس الأمة ثم لفترة محدودة لا تتجاوز هم مطولينها شوية الجماعة نحن كان عندنا رأينا كثير إلى نهاية السبعتاش لالفين والسبعتاش فهم لفترة انتقالية لين تتهيئ البلاد أمنيا ويعني نفسيا لإجراء انتخابات وتجرى انتخابات للمجلسين أيضا ثم يخرج المؤتمر الوطني ومجلس النوب الحالي ما هو الحال هل سيصبر الشعب مثلا إلى الفين وسبعتاش لا هو وهذه المشكلة التي نقشها دائما المجتمع الدولي وهي الهجرية الشرعية وكذلك داعش هو المجتمع الدولي يعرف أسباب هذه يعرف أن الهجرة الشرعية ليست مولودة في ليبيا يعرف أنها مشكلة مجلوبة من الخارج من دول مستقرة ولديها جيوش ولديها حكومات لماذا لا يأمر هذه الحكومات بمنع الهجرة الشرعية واختراق الحدود الليبية تشادن نيجر كلها السودان كلها جي منها الهجرة الشرعية لم يمت أحد من الليبيين في البحر في الهجرة غير الشرعية كلها وافدة إلينا لماذا تحمل ليبيا مسؤولية الوحدة تقول بأن هناك حلول فقط لذيق الوقت لأن تقل بحرات الضيوف طيب إذا انتقلنا إلى سيد زيادة غيم في ظل رفض مصار أسخرات وكذلك ما ذكرته سيد زيادة غيم بأنه لربما هذا الاتفاق أو هذا المصار تحديدا هو إملاءات من المجتمع الدولي على ليبيا ما البديل المحتمل والذي تعتقدون أنه مناسب في هذه المرحلة أعتقد لهم بلوفة نعم تطرق بشكل أو بآخر إلى طبيعة المشكلة وكل عالجها بتاريخاته السيد مرغم عالجها في نظرة قانونية دستورية عندما طالب بالعرضة إلى دستور الاستقلال ربما يعني بذلك المعدل عام 63 والسيد الضيفة اللي قاب لا أعرف اسم صراحة لما تسمي لي أن أعرف اسمه بكر بطريقة مشتاحة أن أبناء الشرق هم المشكلة وهم المعيقين وهم أصحاب المطارق التعجزية وينسى ويتناسى أن الشرق هو 29.5% من السكان ليس بعيدة كفيرة على كل وينسى أن الشرق هو 80% من الثروة ومن المياه وينسى أن برقة كانت إمارة مستقلة وفاة من دولة عربية في سنة طاوزين وينسى أن خليفة حفتر هو حراك الشرق كان ضد قتله كان يقتلون أبناء الجيش ماذا يزعج الغرب وماذا يزعجه خليفة حفتر عندما قام بهذه العملية أرجاء لديتي ولا منزله ولا لدينته هذا أمر مفهور ولكن يكشف الحقيقة أن الجزء كبير من الصراع في نيبيا هو الصراع الجيهوي وذكرنا ذلك كثيرا وملارا وأن هي بتأكيدتها وطبيعتها طبيعة جيهوية وقادرية وأن يجد أن يكون الحل في هذا الاتجاه هو وضع حلول حقيقية لشهل الدولة ولنظام الحكم في نيبيا عندها ربما تنفي المشاكل أنا أختلف منذ أربع سنوات ونحن نكرر لأن الحل في نيبيا هو تطبيق النظام الفدرالي سيكون هناك صراع على الجيش سيكون هناك صراع على الداخلية والشرطة سيكون هناك صراع على توزيع الفروة لأنه أصبح من حق الشرف ذلك المارد الأملاق الذي استيقظ أخيرا أن يطالب الحقوق فيه نعم إذن أنت المديل الذي تقدمه سيد زيادة الغيام هو الحل الفدرالي لماذا تمتلي؟ نعم نعم لماذا تمتلي؟ لماذا تمتلي من أبناء منطقة واحدة ومدينة واحدة ولماذا ينزعج السادة السيكوني عندك في السيديو للحركة الأخر مع اسمها لم ينسني الأتف لماذا ينزعج عندما يطالب أبناء نفس الوطن والدولة بالحقوق نعم نحن نطالب بالحقوق له ولا نتعدى على الحقوق الآخر نعم أقرب أن الحل في ليبيا هو حل يجب أن يعالش هذه الطبيعة الطبيعة الجهوية القبلية الموجودة في ليبيا ونفقناها هذا هو الواقع ويجب أن ننطلق إذا أردنا أن ننطلق في دولة واحدة طيب بالانتقال إلى سيد حافظ لغويل هل المجتمع الدولي والولايات المتحدة بصفة خاصة مستعدة لقبول أي بديل آخر لمصار أسخيرات أم أنها فقط متفقة على هذا المصار نعم سيد حافظ لغويل يبدو أنه نقطع الاتصال مع سيد حافظ لغويل بالانتقال إلى سيد فتحي الفاضلي سيد فتحي الفاضلي يعني البعض يقول يعني كما ذكرنا سابقا بأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الوقت لربما المبادرة التي تقدم بها سيد محمد مرغم وهي تتواصل حتى عام 2017 هو فعلا المواطن في نفس الوقت يحتاج لأن يعرف من ينتخب في الفترة القادمة لأنه تعرض لذلك في المؤتمر الوطني والبرلمان ولم ينتخب بطريقة جيدة يعني هل الآن الوضع يحتمل لمزيد من الوقت وإذا كان ذلك غير ممكن فما هو البديل السريع نقول لتجنيب البلاد المزيد من الفوضى نعم بعد إذنك ثواني سريعة قضية الجهوية والقابلية نتفق معلاخ زياد دغيم أن هذه مشكلة في تاريخنا نقاتلها وقتلها الملك الدريس رحمه الله ووحد البلد وحاول أن يقاتل الجهوية والقابلية والفيدرالية لأن الفيدرالية في مجتمع قبلي أولى خطوات الانفصال معروفة يعني أيضا يؤخذ برغم تأييدي له أنه ليس قضية بس ابناء الشرق الجهوين والقابلين لكن يؤخذ عليه كلمة نحن نريد نحن نطالب نحن أبناء برقة هذا غير صحيح على الإطلاق هناك جوزء كبير يريد فيدرالية في برقة لكن ليست هالي برقة القضية الأخرى حفتر ما الذي يضيره من أن حفتر وقف قتل من القوات المسلحة حفتر كان يقتل في ضباط القوات المسلحة في 1975 وقتل عصر ألاف ليبيا وسبعة ألاف ليبيا في تشاد كان الضباط ليبيا يعدم عندما كان حفتر أحد أعمل النظام السابق لم يحرق ساكنة ولا ما كانتش ليبيا عنده كرامة ولا ما كانتش جيش عنده كرامة في ذلك الوقت حفتر سيد الكريم رجل نرجسي يريد أن يصل إلى السلطة بأي طريقة ونحن لا نعبد الأشخاص والوطن أعلى من مليون ألف حفتر حفتر وعليها أن يخرج مجد هو قاتل هو نفسه قاتل وقاتل ضباط ثم لم يثبت بعد من الذي قتل الذين قواموا هتلا لكن هذا ليس من موضوعنا عودة سيدة ميس أعضريني جزاك الله خير على هذه النقطة الآن المواطن يمر بأزمة ما هو الحل؟ الحمد لله بدأت الصوت الأخير يظهر فكرة الحوار الليبي الليبي انتخابات جديدة عودة للدسور السابق فتح الحوار من جديد إذا فشل الصخيرات بدأ الشعب يبحث عن بداء البعيد عن البعثة لكن من هو البديل الذي سينجح بصفة عامة بعد إذنك ثواني بسيطة؟ خذي هذه القائمة هذه القائمة التي سأسردها في ثلاث ثواني بإذن الله ينادون يقرعون طبل الحرب والقتال والقصف ومحاربة الإرهاب عندك أستاذ كريمة الكرامة مجلس النواب الاتحاد الأوروبي البعثة الأمم المتحدة المجلس الرئاسي والفسخيرات والسيسي وحفتر جميعهم وحكومة الأزمة حكومة الأزمة جميعهم سيدة الكريمة يتحدثون عن القتال والقصف ورفع الحضر عن الجيش ومحاربة الإرهاب صوت خطاب دموي قتال الصوت المدني الوحيد الصوت المدني الوحيد اتفقنا مع المؤتمر أم نتفق؟ اتفقنا مع حكومة الإنقاذ أم نتفق؟ وهذا كل مواطن يستطيع أن يتتبع هذا الأمر بنفسي الصوت المدني إذا تحدث على دولة مدنية هو المؤتمر وحكومة الإنقاذ يتحدثون عن التعليم يتحدثون عن العمل يحاولون بقدر جهدا البديل الذي سينجح هو الذي سيركز على الخطاب المدني يزيح الخطاب القتالي وقرأه طبول الحرب ويرفع الخطاب المدني الذي يتحدث عن دار الرعاية دار الأيتام دار المعاقين التعليم المدارس لكن الرأس تواجه أزمة حقيقية نعم نعم سيدة الكريمة الأزمة هو صوت الحرب وصوت القتال وصوت الدمار وصوت الإنقاذ وصوت الدمار في بنغازي في جميع الأماكن هو هذا الصوت الذي وضع هذا المواطن في الأزمة ولذلك الصوت الذي يجب أن يطغى هو الصوت المدني نحن الآن شبعنا دماء وقتال ونزيف علينا أن نتحرك إلى خطاب مدني خطاب يتحدث مرة أخرى على الصحة على التعليم على المواطن على الأزمات على أن نجد جسم تشريئي انتخابات جديدة وجوه جديدة هيئة جديدة لا تتحدث إلا على الخطاب المدني أما قضية تنظيم الدولة فهو مفتعل ومخترق وأداء يدقوة أخرى في المجبل سيد فتحي ما هو واجب أحيانا يكون غير واقعي بدليل أننا غير قادرين كليبيين على التوحد على كلمة واحدة وإنهاء ذلك الانقسام السياسي أعتقد كلامك سليم جدا واقعي لكنني أعتقد إعتقاد جازم إذا طاغ الصوت المدني صوت تأسيس الدولة الليبية المدنية لا أحد يعترض من يعترض على أن ينزاح الصوت القتالي واقتبول الحرب والقتال والدم ورفع الحظر عن الجيش والمؤسسة العسكرية وحفتر والصنديد ومش عارف الكلام من الخملج الفاضلي اللي الدم لم يتوقف حتى يعني من سيعترض سيدة الكريمة جميعنا سنتفق ونتمحور حول الصوت المدني الهادي الذي سيدخل بنا إلى بناء الدولة والعناية بالمواطنة حقيقة سيجد هذا الصوت زخم نعتقد بإذن الله يتقدم بنا إلى خطوة أخرى مستقبلية عدى إلينا سيد حافظ لغويل سيد حافظ لغويل هل المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة يعني مستعدة لقبول أي بديل سياسي آخر غير مصار أسخرات طبعا ما يهم المجتمع الدولي هو أن يكون هناك طرف جدي يستطيعون أن يعدمدوا عليه في محاولة الوصول إلى تصالحهم والتي هي محاربة العاش والهجرة ومن يستطيع أن يجب لهم هذا وبعض الزكاء والديبلوماسية يستطيع أن يقنحهم ويقفوا معه يعني أنا من زمان وأقول لو محمد جدافي يرشع الآن على صيد الحياة وهي هم مستعدين أن يتعمل لأن على الأقل في أواخر سنوات عندما طبع الأمور معه استطاع أن يصلوا معه إلى اتفاق فكان يعني فعلا النور الوهود هي معهم فهم ينظروا إلى ما فعلوا في 2011 أو ما حدث في 2011 على الأساس أنه خطير لم يكنوا يتصوروا أن سيتسلطون في ليبيا بكل أشكالهم سيضع الأمور إلى هذا السوء الذي يهدد مصد وليس بس في حرب الإرهاب والمهاجرة ولكن يهدد مصالح أمريكية في البحر المتوسط وفي شمال أفريقيا أفريقيا يعني الانهيار الكامل في ليبيا وهذه التفرق وهذه القداء وهذا هو الانتقام التي تحدث أخم السماعات الضاطية وهذا النهب النوع الوكسة وما زال يحاول أن يتسبع وين الأموال الليبية ماشية وهل تصل إلى جماعات إرهابية أخرى والآن عندك جماعات من بوكو حرام إلى جند الله إلى قريب أفريقيا ينضموا إلى الداعش في مناطق أخرى هذه استراتيجية يعني في الأخير السياسة بالنسبة له مسألة مصالح وواقع مش مسألة من هو الشخص اللي يحبوه أو لا يحبوه نعم طيب يعني بالعودة للسيد محمد فؤاد يعني بعيد عن التنظير وكذلك الاستفافات السياسية والحزبية يعني هل فعلا هناك إمكانية لإيجاد بديل لمصار أسخرات في الوقت الحالي وهل الظرف الليبي يحتمل وقت أو مزيد من الوقت لتنفيذه على الأرض طبعا لا شك أن الوضع الليبي لا يحتمل المزيد ولكن طبعا أشكر أنه جدا سيد زياد غير لأنه كان واضح والطريح يتحدث يعني سنة 2016 يتحدث عن الخطلية والجهوية التي تتبني دولة هل يمكن فعلا بناء دولة مع من يتحدث في هذا المنطق هذه هي مشكلة الليبيين يعني فعلا المؤتمر الوطني يتحدث بلغة كما قال السيد محمد مرغم والسيد الفاضلي بلغة مدنية يبحث عن حجول انتخابات ودولة جديدة دولة على أسات مدني بينما للأسف الشديد إخواننا الموجودين في الشرق المسيطرين على الوضع في الشرق إنهم أقلية ولكن صوتهم عالي يتحدثون عن الخطلية والجهوية وحقوق طرقة يعني كلام لا يمكن قولة سنة 2016 هل يمكن فعلا بناء دولة حقيقية مع هؤلاء هذا هو السؤال الحقيقي يجب أن نتخذ قرارات ويبدو أننا نتخذ قرارات ضعبة ومصيرية حتى نتمكن منها البسيط خضوا للأسف الشديد الموجودين هناك طردوا أكثر من 200 ألف من سبكان فانغازي موجودين في المناطق الغربية من ليبيا ونزال يستمرون يعني يقول جاعد يتحدث عن شخص مثل حبطر على أنه انقضهم وكذا هم في الحقيقة يستغلون حتى حتى لأن مطاردهم كما قال السيدة الغيمية مطارد جهوية ضيقة جدا تضم على عقلية متخلفة طيب يعني بعيدا عن الرد عن السيد زيادة الغيم يعني هو عبر عن رأيي وهو حر في ذلك يعني إذا عدنا إلى البدائل المطروحة حول يعني مصار أسخرات تحديدا ما هو البديل الأقرب لذلك هو طبعا لو يعني لغير ما مصارف الخلاطن لجال السيد محمد نرغم وهو العودة إلى دستور المملكة الليبية هذا حل منطقي جدا ونطلبنا به من قبل يعني هذا كان خطأ جثير للمجلس الانتقالي الآن المشكل ليس هنا هل يعود الدستور بالملك أو من غير الملك إذا أردنا وحدة البلاد وأن تبقى البلاد موحدة فلابد من عودة الملك لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يطرد حطر من المنطقة الشرقية لأن هناك ولاة كبيرة في الشرق لعائلة السنوكية كما نعلم أما إذا لم يرجع الملك فنا من حيوانا من نقدم شيئا مثال المتمسكين الموجودين في الشرق في حطر وغير حطر ولن يرضو بهذا السنوك وسنعود إلى أن نقص البداية لهذا أصول يجب علينا أن نفتح شيدا لأننا قد نفتر إلى اتخاذ خرارات مصرية في مستقبل البلاد نعم طيب سيد محمد مرغم وقعيا وعلى ما نحن نمر به الآن على أرض الواقع من كل المشاكل التي تحيط بنا اقتصادية أمنية كذلك معيشية في كل أرجاء البلاد ما هو الحل السريع غير الانتخابات مثلا الانتخابات نعم المرفقة حول الوفاق بالله في ضوء ضغوط الدولية ديع والضغوط الدول الجوار والتأجيج الصراع هم مشكلة لو ترك الليبيون وشأنهم لا ممكن وصلوا إلى حلول حتى مع إخواننا في الشرق ممكن نصل إلى حل وممكن نصل إلى اعتراف لكن لا تنسب أن الليبيين أنفسهم هم من طلبوا هذا التدخل من الذي يطلب الليبيين هم من طلبوا دور البعثة الأممية في ليبيا لحل النزاع القائمة بين النزاع السياسي القائمة لكن هي هل تدخلت للنزاع هو البعثة الأممية والعالم الخارجي تدخل في السيادة الليبية عندما أنكر أو تنكر لحكم المحكمة والمحكمة والمحاكم عادة أكبر مظهر من مظاهر السيادة في الدولة هو سريان قانونها وأحكام قضائها على بقليمها لما تدخلوا ورفضوا الاعتراف بهذا الحكم هم كسروا السيادة الليبية ووجدوا من الليبيين من له مصلحة في هذا وتعاملوا معه وهذا هو الذي أجل الصراع كنا ممكن يعني في خلال ثلاثة أشهر من بعد حكم المحكمة كان ممكن أن نجري انتخابات أخرى لو قبل إخواننا في مجلس النواب بحكم المحكمة وإذا اختارهم الشعب مرة أخرى فليتفضلوا وليسيروا وفقا للدستور والقواعد الدستورية هم انتهكوا الدستور من أول يوم من أول لحظة في التسليم انتهكوا القواعد الدستورية وبالتالي أعتقد أنه هو الأول حاجة في بناء الدول هو احترام القانون هو احترام القواعد الدستورية أنت مؤسسة في أعلى سلطة في الدولة أنت المؤتمن على تطبيق القانون إذا أنت خرقتها بمعناها خلاص المواطن يخاف عليه نفسه وخاف عليه مصالحه وحليه حياته وعليه أمواله نعم شكرا لك وكذلك شكرا لكل من شاركونا في هذه الحلقة مشاهدين كرام وصلا بكم إلى نهاية حلقتنا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا